سيد حمادة فرعنى ضيفنا من عمان سيد فرعنى اعتماد نظام التمثيل النسبي كما أشار ضيفنا من رامالله نظام القوائم بشكل كامل كان النظام الفلسطيني معمول عليه في الانتخابات تحديدا النظام المختلط الذي يجمع التمثيل النسبي والدوائر هل من تأثير لإلغاء النظام المختلط هذا على الحياة السياسية الفلسطينية على ألية الترشح في هذه الانتخابات أيضا وما الهدف من ذلك برأيكم أولا هذا القانون قانون متقدم إيجابي في غاية الأهمية هذا القانون يوحد المناطق الفلسطينية الثلاثة الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة لأن يكون هناك قائمة واحدة من كل فصيل وناخب واحد لكل فصيل ولذلك هذا القانون في غاية الإيجابية القانون السابق كان قانون أعرج إذا دققنا بالنتائج سنجد أولا حركة فتح في ذلك الوقت حصلت على 410 ألاف صوت حركة حماس حصلت على 430 ألف صوت في القائمة النسبية فتح حصلت على 28 صوت مقعد حماس حصلت على 29 مقعد الفرق بيناتهم 20 ألف مقعد واحد ولكن في الدوائر ال16 حماس حصلت على 74 مقعد وحركة فتح حصلت على 45 مقعد لأن مرشحي فتح ضربوا بعضهم البعض ولذلك هذا القانون سيوحد كما قلت المواقع الثلاثة وسيعطي كل فصيل حجمه الحقيقي حتى لو خرجت كتل أو قوائم خارج هذا الفصيل أو ذاك ولكن في الحصيلة هي تحصل على ما تستطيع الحصول عليه من أصوات هذا جانب الجانب الثاني كنت أستمع للسيد هشام كحيل هل القدس ستشارك أو لا تشارك في هذا القانون سيسمح لأهل القدس بالمشاركة بشكل أقوى بحيث تكون مشاركتهم عبر انتخاب القوائم لذلك أعتقد أن هذا نقلة نوعية إيجابية متقدمة وهو على غرار القانون السائد لدى المستعمرة الإسرائيلية ابقى معنا سيد فراعنا